ما فيما يخص أخبار نادي الزمالك وهنبدأ بأحمد فتوح كلمنا مبارح كتير عن فكرة أحمد فتوح والتجديد للزمالك ولا الأهلي ولا يروح الأهلي ولا يروح بيرامدز اللي دخل في الصورة أحمد فتوح بلغ نادي بيرامدز تحديداً إنه مرافض العرض المقدم من نادي بيرامدز بيرامدز كتعرض عليه في الموسم 15 مليون جنيه عشان يتعايد معاه يعني في صفقة انتقال حر وقال لهم قال لبيرامدز أنا مكمل مع الزمالك قال لبيرامدز أنا مكمل مع الزمالك ما عرفش قال للأهلي كده ولا بس هو قال لبيرامدز أنا مكمل مع الزمالك دي المعلومة اللي عندنا مسؤوله نادي الزمالك قرروا إنهما يعدلوا عقد مصطفى شلبي لاعب الفريق هؤما شايفين مصطفى شلبي أضاف للفريق كتير منذ انضمامه ومقدم مستويات كبيرة وشايفين إنه يستحق إنه يتعدل عقده وأنا بصراحة رغم إنه هي موقف محترم من النادي الزمالك لمصطفى شلبي بس لسه برضو لسه مصطفى شلبي آه بيقدم مستويات كويسة بس هو لسه قرروا دي منضم للفريق ولسه كمان ما عملش حاجة مع الفريق ففاكرة تعديل العود دي لازم في نادي الزمالك هتعاملوا معها بحرص شديد جدا جدا طبعا هم أضرب اللي بيحصل جوا النادي بس مصطفى شلبي لسه آه بقدم مستويات هيلة مع نادي الزمالك بس لها ما لسه فيش إنجاز لسه ما فيش بطولة لسه ما فيش استمرارية مية في المية يعني ولسه جاي أصلا نادي الزمالك فمش محتاجين يستعجلوا فهذا الأمر طيب نادي الزمالك أو اتجاه في نادي الزمالك إنه هم يبقوا على عبدالواحد السيد كمدير للكرة حتى لو رحل الجهاز الفني الحالي بعد الانتخابات يعني لو الجهاز الفني بقية أسوري ومشي بعد الانتخابات فالكابتل عبدالواحد السيد مدير الكرة هيفضل مكمل اللي موجودين في نادي الزمالك حاليا أو اللي موجودين في نادي الزمالك برة في الانتخابات شايفين إن عبدالواحد السيد بيعمل دوره بشكل رائع جدا كمدير للكرة في الفريق هو من الأسماء الكبيرة طبعا أكتر الناس اللي أنا شفتها بتاعشها نادي الزمالك اللي تقوم مع عبدالله الحد السيد حتى في قاعدة كده والدية حب الزمالك حبه مش طبيعه ومشتغل فعلاً بقلبه جداً لنادي الزمالك عمر كمال عبدالواحد كنت لسه أتكلم عنه من شوية رفض فجرة أنه يوقع على ورقة رغبة لأي نادي من اللي بتفاوضوا معاه في الوقت الحالي وهم الأهل والزمالك والبيراميز والمصري هو تمسك أنه تكون المفاوضات من خلال إدارة نادي مودرن فيوتشر هو لعب مهزب ومحترم ومتأكد أنه هو أخذ الخطوة دي فيش يعني هو مش لا يروح مدي هنا ومدي هنا ومدي هنا واللي يخلص مع مودرن فيوتشر أبقى معاه لا هو قال له مش همدي لحد خلص مع مودرن فيوتشر وأنا هبقى معك